اشتركوا في القناة لتزويد العاصمة بالطاقة الكهربائية النويفة وحل المشكلة التموين بالكهرباء في عدد من احيائها رئيس الجمهورية يضع الحجر الاساس لفندق شرة خمس نجوم ومشروع شبكة شفط مياه الامطار في بعض مقاطعة العاصمة وسيادته يشرف بمقاطعة واد الناجة على تدشير مركز للتدريب على تقنيات التنمية الحيوانية مجموعة واقسط الحضرية تطرق اسم القوات المسلحة على طريق الرابط بين المطار والاتحادية الوطنية للناقل مرحبا بكم مشاهدينا أشرف رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز صباح اليوم على تشير المحطة الهوائية 30 ميجاوات في نوابشوط وذلك ضمن الفعاليات المخلدة للذكرى الخامس والخمسين لذكرى الاستقلال الوطني وتبلغ الكلفة الإجمالية للمحطة 17 مليار أوقية بتمويل مشترك من الدولة والصندوق العربي للإلماء الاقتصادي والاجتماعي والتكون المحطة من 15 هوائية بقدرة 2 ميجاوات موزع على 3 خطوط بقدرة إجمالية تبلغ 3 ميجاوات ومن نظام للمراقبة والتحكم أحمد دول الدهمر والتفاصيل محطة نوابشوط الهوائية 30 ميجاوات تكون بلادنا قد انخرطت فعليا في سلك الدول المسهلكة للطاقات المتجددة وتشكل هذه المحطة اليوم ذان محطة كهربائية كبرى بعد محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية تعتمد أساسا على المصادر الطبيعية الذاتية للبلد من حرارة ورياح وتبلغ تكلفة إنجاز هذه المحطة 17 مليارا من الأوقية ممولة بالتعاون بين بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يشكل اليوم الطاقات الجديدة والمتجددة نسبة 25% من القدرات المركبة ويقطي إنتاجها 32% من إجمالي الطلب إن هذه النتائج جعلت بلدنا يصنف سنة 2015 في أعلى خمسة بلدان إفريقية من حيث انتشار الطاقة المتجددة سيد رئيس سيداتي سادتي اسمحوا لي أن اقتنم هذه الفرصة لأذكر بأن العمل الحكومي في شبه قطاع الكهرباء يرتكز على استراتيجية تهدف إلى ضمان النفاذ الشامل إلى الخدمات الطاقوية في أحسن ظروف الجودة وفي هذا المضمار استهدف تنفيذ برنامج تنمية القدرات في مجال الإنتاج خلال مرحلة أولى تقضية احتياجات البلاد بأقرب الآجال بغية وضع حد للخلل المزمن بين العرض والطلب وتوفير خدمة طاقوية للأسر والوكلاء الاقتصاديين يمكن الاعتماد عليها عمدته بلدية الميناء ثمن إنجاز هذه المحطة الجديدة وعول عليها كثيرا في سد العز الحاصل في الكهرباء في مقاطعة الميناء سيد الرئيس إنني باسم ساكنة مقاطعة الميناء لأذمن تجهين هذه المحطة الهوائية لما ستضيفه في مجال الطاقة الكهربائية ونأمل أن تساهم في تلبية حاجيات المواطنين من هذه المادة وفي هذا الإطار شريفني أن أذكر أن أذكر أن سكان مقاطعة الميناء يشكون غياب الإنارة العمومية ونقص في توسعة الشبكة الكهربائية مما له انعكاسات سلبية في المجال الأمني رئيس الجمهورية تابع داخل المحطة المدشنة عرضا مفصلا عن دور هذه المحطة الجديدة وخصائصها الفنية في تعويل التيار الهوائي إلى طاقة حرارية وعرج العرض على التطور الهام الذي عرفته بلادنا في مجال الطاقة وكيف استطاعت أن تتحول في ظرف زمني وجيز من بلد يشكو العز المزمن في التموين إلى بلد مصدر لدول الجوار كما زار رئيس الجمهورية حقل هوائيات طاقة وعاين نظام عمل هذه الهوائيات الواقعة في مهب للرياح الساحلي القوية التي تجري في هذه المنطقة على مدار الساعة لتغذي هذا الحقل الهوائي بطاقة طبيعية نظيفة وصديقة للبيئة جمهورية سيد محمد العبد العزيز قد دشنا صباح أمس بمقاطعة وادناغا ضمن الفعاليات المخلدة للذكرى الخامس والخمسين للاستقلال الوطني مركزا للتدريب على تقنيات التنمية الحيوانية هبا من جمهورية الصين الشعبية بمبلغ يناهز سبعة ملايين دولار أمريكي وسيستفيد من هذا المركز البيطاريون والمنمون والمنتجون ويضم مجالات التكوين في تسير المزارع المكثفة للرعي وتقنيات الترقاح الصناعي ونقل الأجنة وتصنيع الألبان والتغذية المتوازنة للحيوانات مركز التدريب على تقنيات التنمية الحيوانية في موريتانيا الواقع في مدينة إيديني بمقاطعة وادناغا هو هذه المعلمة العلمية الأولى من نوعها في البلد والتي ستتولى في المستقبل مهام تدريب على التقنيات الحديثة للتنمية الحيوانية ورفع مردوديتها من اللحوم والألبان وإعداد أجيال وأطر متخصصة في مجال الإنتاج الحيواني وصناعة الأعلاف وانتقاء السلالات رئيس الجمهورية السيد محمد والعدل عزيز أشرف على تدشين مركز التدريب على تقنيات التنمية الحيوانية وأزاح الستار عن لوحة التذكارية لهذه المنشأة التلموية التي تمتد على مساحة 110 هكتارات وممولة في إطار التعاون بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية بغلاف مالي يقدر ب7 ملايين دولار أمريكي وسيفتح هذا المركز الجديد لبلادنا أفاقا واعدة في مجال تنمية الحيوانية وعقلنة إنتاجها والنهوض به صاحب الفخامة يهدف هذا المشروع الفريد من نوعه في شبه المنطقة إلى رفع مؤهلات وقدرات قطاع البيطرة عبر نقل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال التربية الحيوانية وخلق فرص للعمل فضلا عن إنشطة الإنتاج الألباني واللحوم وقد تم تشيد هذا المركز على مساحة قدرها 110 هكتار ويتكون من مباني إدارية قاعات للتكوين سكن خاص للمؤثرين والمتدربين مزرعة حديثة لتربية المكثبة للبقار بسعة الاستعاد تزيد على 400 بقرة ورشة للحلابة الآلية ورشة للتحسين الوراذي مركز بيطري وحدة لإنتاج الحليب ومشتقاته مساحات لتطوير زراعة الأعلاف ووحدة لمحالجة الأعلاف الخضراء وحفظها صاحب الفخامة لا شك أن هذا المركز سيشكل مرفقا علميا لتدريب وتأهيل الفنيين والمنامين والمتجين على تقنيات التربية الحيوانية الحديثة وخاصة طرق تسيير المزارع المكثبة التحسين الوراذي عبر التلقيق الاصطناعي ونقل الأجنة زراعة الأعلاف والتقلية المتوازنة وتصنيع الحليب ومشتقاته سفير جمهورية الصين الشعبية في بلادنا السيد وودونغ أكد أن هذا المركز يمثل لبنة أخرى في صرح التعاون القائم بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية ويشكل مجهة أخرى ذمرة لهذه العلاقات المتميزة التي تعود اليوم إلى أكثر من نصف قرن وبفضل موقعه بمنطقة معروفة بطابعها التنموي يشكل مركز التدريب على تقنيات التنمية الحيوانية مبعث اعتزاز لدى الساكنة المحلية وعلى رأسها عمدة بلدية واد الناقة لا شك أن مقاطعة واد الناقة في أمس الحاجة لهذا النوع من المنشآت التي ستساهم في تطوير الاقتصاد المحلي الذي يعتمد على التنمية الحيوانية كما أنه سيخلق فرص عمل نرجو أن يكون سكان إديني والمقاطعة المستفيدين الأولين منها وبما أن المشروع يضم مركز تكوين فلابد من دعم التعليم المحلي بتطوير البنية التحتية الحالية وتوسيعها وبالمناسبة تم تدشين أمس مدرستين بنيتا بأمر من رئيس الجمهورية فله الشكر على هذا ونرجو أن يتم بناء إعدادية إضافية في حي الفتح الذي زرتموه وكذلك إعدادية في إديني التي تضمها للمركز من أجل تدعيم التعليم رئيس الجمهورية اطلع على مختلف مكونات وتفريعات مركز التدريب على تقنيات التنمية الحيوانية المدشن وتجول بين مختلف أجنحته المتعددة لإختصاصات واستمع من القائمين عليه إلى شروح تناولت آفاق هذه المنشأة الجديدة وإسهاماتها المستقبلية في تطوير ثروة الحيوانية الوطنية من خلال إدخال التقنيات الجديدة في المنظومة العامة لإنتاجها من اللحوم والألبان كما وضع رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز صباح أمس الحجر الأساس لأول فندق خمس نجوم ضمن سلسلة الشراطون العالمية في موكشوطة وذلك بمناسبة الذكرى الخامس والخمسين للاستقلال الوطني وقطع رئيس الجمهورية الشريطة الرمزية لهذا المشروع كما زاحى استطارة عن لوحة التذكارية المخلدة له واستمع إلى شروح حول مكوناته ومراحل إنجازه والتجهيزات التي سيتضمنها كما تجول رئيس الجمهورية والطلع على المعدات والآليات المستخدمة في هذا الإنجاز حاثن القائمين عليه على توخي الجودة واحترام الأجال المحددة في دفتر الالتزامات ستكتمل أشغال في هذا المشروع بحلول سبتمبر 2017 ويتكون هذا الفندق من ستة طوابق تضم 127 غرفة و39 قاعة للاجتماعات و20 جناحا للشخصيات و12 جناحا لكبار الشخصيات وجناحا رئاسيا واتبغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 60 مليون دولار ويشكل وضع حجر الأساس لبندق من فيئة خمس نجوم والأول من نوعه يشكل نقلة مهمة في مجال تطوير قطاع الفندق في بلدنا وستعزز هذه المنشأة الفندقية البنى التحتية العصرية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة تقريبا في الموضوع مع الزميلة ميمة محمد أحمد خمس وخمسون سنة من البناء والتأسيس تسعى خلالها أفوق التبادل بين موريتانيا ودول وشعوب العالم وفرض تحولا في مفهوم الضيافة في أطحة الفنادق فضاء يعول عليه في استيعاب حجم ومستوى تلك الحركية وفي عالم تطبعه التناوسية في مجال الخدمات تطرح تساؤلات مهمة حول القدرة الاستيعابية للفنادق في موريتانيا ومد استجابتها للمعايير الدولية بالنسبة لخدمات الفندوقية الموريتانية خدمات لايقة شيئا ما بمتطلبات محليةهم وعلى المستوى مقارنة مع الفنادق على المستوى الدولي ظاهر دينا فهم نقص شوي في الخدمات ونوعية مودي الخبرة في مدرسة الفندقة تميز حداثة نشأة قطاع الفندقة في موريتانيا ميزة تظهر آثارها في ضعف التنسيق بين العناصر المؤثرة في نمو وتطور هذا المجال عوائق أساسية من ضمنها عدم التنسيق بين المستذمرين في قطاع الفندقة والوكالات السفرية عدم موجود التنسيق بين هذه الجهتين عائق الجذب السواح الموريتاني ضعف الاستثمار في قطاع الفنادق يجد ترشمته الواضحة في الاستقرار عند عاتبة الأربع نجوم ويدعو لدعم هذا القطاع الحيوي نحن بعد قطاع القطاع بصفة عامة قطاع شديد علينا قطاع الفندقة والاستدافة والوهم وكيف تعرف ديبلوماسيتنا تنميتها وقدراتها ما تطورو ما هو أخيرا هذه السنوات الأخيرة بما يذكر فيه قضية رئاسنا مثلا للاتحاد الأفريقي اللي تم عن طريقات استدافة هنا تيها عدة ورشات وعدة مؤتمرات هذا جديد كامل على أنه كانت عندنا فنادق وبنية قطاعية قد تستضاف شكل من السواح يا قير خالق شكل من السياحة هذه السياحة اللي سياحة المؤتمرات والله الزيارات الرسمية اللي فيها ضيوف مهمين وكبار وعدد كبير منهم لا بدالها من تنمية جديدة في قطاع الفندقة لياك نعودوا على مستوى الدول اللي جبلوماسيتهم وسياستهم في نفس المستوى اللي نحن اليوم مستهدفين وهذا مهم جدا ويظهر لي على أنه فترة وجهزة إن شاء الله ندروا نعودوا في ذلك المكانة من باب قدرة استيعاب هذه المؤتمرات وهذه القضايا المهمة الموقع الاستراتيجي لموريتانيا وارتفاع وطيرة التبادل العالمي عوامل من بين أخرى تضع مجال الخدمات عموما والفندقة بشكل خاص في منطقة الأولويات كما قام رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز صباح أمس بوضع حجر الأساس لمشروع شبكة شفط مياه الأمطار في مقاطعة لكسر الميناء السبخة فرقزينة وتيارت كمرحلة أولى من تنفيذ هذا المشروع الذي يعتبر من بين أهم المشاريع الاستراتيجية التي يجري تنفيذها وزحى رئيس الجمهورية السيدار عن لوحة تلكارية لهذا المشروع الهام الذي يدخل وضع حجر الأساس في طر الفعاليات المخلدة لذكرى الخامسة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني وطلع رئيس الجمهورية على البيانات التوضيحية لمشروع واستمع إلى شروح حول مكوناته وتفاصيل العمل فيه وسيتم تنفيذ مشروع شبكة شفط مياه الأمطار خلال 36 شهرا ويتمثل في إنجاز شبكة تجميع المياه المطارية في المناطق المخفضة والمحاول الرئيسية ووضع 14 كم من الأنابيب تحت الضغط مصنعا للألياف وإنجاز أربع محطات ضخ في الكسر وتفرق زينة والميناء والسبخة ولت مواضلة الصرف الصحي هاجسا يورق سكان الواكشوت وهما تحمله السلطات العمومية الواكشوت الذي لم يعرف شبكة للصرف الصحي سوى تلك التي أنشئت في الستينات من القرن الماضي وعلى مقاس ساكنة قدر عددها آنئذ بأكثر من خمسة آلاف نسمة أمام هذه الوضعية كان لزامن لسلطات المعنية البحث عن حل لهذه المشكلة العويصة وإنشاء صرف صحي لمياه الأمطار عن العاصمة اليوم يضع رئيس الجمهورية الحجر الأساس ويكشف اللوحة التذكارية لانطلاقة المرحلة الأولى من مشروع الصرف الصحي لمدينة نواكشوت مرحلة أولى في مشروع استراتيجي يعول عليه أن يكون حلا للمشكلة لمياه الأمطار في العاصمة مكونات ستمكن من التغلب على الأمطار الراكدة والأمطار التي تتسبب فيها من المشاكل عندما يكون هناك موسم للخريب وطبعا هي التي لا يتعود النواة الأساسية للسبكة العامة التي تعني المكونات الأخرى ستلاحظون إن شاء الله لكننا كاملين موجودين بعد إنجازة التي تغلبوا على أن ينقلوا فياضانات في المناطق المخافضة وصرف المياه في زمن معاين لجميع التساقطات المطارية لعيادة تعدى 150 مليمتر في زمن قياسي المشروع الجديد همارة تعاون مذمر بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية وتتولى تنفيذه الشركة الصينية لأشغال سيتي أسي ويصل المبلغ الإجمالي لتمويله 15 مليارا من الأوقية ومن المنتظر أن تتهي الأشغال فيه بعد 36 شهرا المرحلة الأولى من هذا المشروع ستوطي الأحياء المنخفضة في مقاطعات تيارة الكسر وتبرقزين والميناء والسبخة عبر تجميع المياه المطارية في نقطة التقى توطي مساحة تزيد على 15 كم مربع لاستخدام قنوات مريسمة المسلح يصل طولها 34 كم وسيستغل المشروع في هذه المرحلة 4 مضخات كبرى لضخ 225 ألف متر مكاعة بهميا إما سيسمح بامتصاص تساقطات مطرية تصل كميتها إلى 50 مليمتر في أقل من 5 ساعات كما أدى رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز صباح أمس زيارة تفقد لخزان المياه القديم في الكسر بجوار مستشفى الأموم والطفولة وعطى رئيس الجمهورية تعليماته لجهات المعنية بمعالجة مصادر المياه واتخاذ الإجراءات العملية لشفط هذه المياه في أسرع وقت ممكن وعين رئيس الجمهورية جهود مصالح الصرف الصحي في هذا السياق وحث على مواصلة تلك الجهود والسهر على إنجاحها في أحسن الظروف ونعد إلى مقاطعة واد الناجة حيث أصبحت هذه المدينة التوفر على مدرستين ابتدائيتين بعد سنوات طويلة عانا فيها أبناء هذه المدينة المحاذية العاصمة من الإهمال والنسيان وغابت فيها المدارس ذوات الأخسام المشيدة عن معالم المقاطعة المدارس الجديدة كانت نتيجة زيارة ميدانية أدى رئيس الجمهورية في شهر يونير الماضي المدرسة القديمة التي تحولت بتعليمات منه إلى مدرسة عصرية الزميل مختار بابا والأحمد والتقرير في الموضوع ليست هذه مسيرة احتجاج ولا هو خروج عن الملوف بل هي صور من أرشيف الأخبار لاستقبال عفوي كان رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز موضعا له في مقاطعة وادرناقا عندما قرر يوم السابع من شهر يونير الماضي الإطلاع عن قرب وسيرا على الأقدام على الوضعية المتردية أنذاك للمدرسة الوحيدة في حي الفتحة زيارة وادرناقا أو زيارة التعهد والوفاة كما يحلو للسكان تسميتها اليوم أنقذت أجيالا براءة كاد أن يضيع مستقبلهم لا لذنب سوى أنهم ولدوا وتربوا في هذه المدينة وكان لابد من تعليمهم حتى ولو أهملتهم الأنظمة السابقة وحتى لو استدعى ذلك حشرهم جميعا في غرفة ضيقة لا تتسم بأبسط المواصفات المطلوبة ولا تتسع حتى لدخول ضيف يريد التغيير مثل رئيس الجمهورية الذي اكتفى بنظرة خاطفة وتحية من الباب وتلويحة باليد كانت أمرا بالشروع فورا في بناء مدرسة عصرية متكاملة الأقسام في هذا الحي تابع رئيس الجمهورية من مكتبه مراحلها خطوة خطوة ولأن العزيمة أقوى والإمكانيات موجودة أعطى رئيس الجمهورية تعليماته أيضا ببناء مدرسة مماثلة وبنفس الصرعة والمواصفات في الحي الشمالي من المدينة لطي صفحة النسيان ومحوي صورة الاكتظاظ من سجل تاريخ التعليم الأساسي في واد الناقع رأنا شاكرين حتى محمد والعبد العزيز نحن ساكنة واد الناقع على اللي عدنا لنا تلقينا له هنا على طالي وقض شورنا شي ما قط عدنا رئيس ومشمعنا للمدرسة نقرروا فيها شمد بيوت الراكمة ودخلوا شافوا وتأسف على عنا يبتنا لنا حالا مدرسة وقدرت ونعطاننا الضوء وعطاننا الحق السكن بصيفته كاملة وهذا شاكرين وحتى عليهم أجدين عليه باسم الساكنة الفتح شاكرين رئيس الجمهورية وشاكرين مؤسسة طامن وشاكرين الوزير اللي كانت تتشين اللي كنا نحتاجه له بها اللي لابنا كانت قاعدة على تبيات وليشكينا أكثر مرة ما فم سياسي قد يقرر فينا شي ولا فم رجل العمال يقرر فينا هذا معادة الدولة متتويجا لجهود الساكنة فقط وهكذا وبعد أقل من خمسة أشهر من الزيارة اكتمل بالمقاطعة بناء المدرستين وقطع وزير التهذيب الوطني رفقة المدير العام ليوكارة تضامن الشك باليقين بأنه فعلا أنجز حر ما وعد أطلقت مجموعة نواكشط الحضرية أمن السسم القوات المسلحة على الطريق المعبد الرابط بين ملتقى طرق المطار والاتحادية الوطنية للنقلة وذلك بمناسبة عيدي القوات المسلحة والاستقلال الوطنية ونظمت مجموعة نواكشط الحضرية بهذه المناسبة حفل حضره وزير الداخلية واللمركزية والدفاع الوطني وقائد أركان العامة للجيوش وقائد أركان الدرك والحرس الوطنيين وقائد التجمع العام لأمن الطرق ووالي نواكشط الغربية والشمالية القوات المسلحة اسم اخترت مجموعة نواكشط الحضرية للشارع المعبد الرابط بين ملتقى طرق المطار والاتحادية الوطنية للنقل تقديرا منها واعترافا بمجهود وتضحيات قواتنا المسلحة التي كانت وما زالت وستظل بحول الله العين الساهرة والدرع الحامية لحم الوطن تحل هذه ذكرى علينا اليوم ونحن نرذل في حلتين من الأمن والأمان لم تتحققا إلا بفضل الله ثم بجهود وتضحيات قواتنا المسلحة التي ظلت العين الساهرة والدرع الحامي لحم الوطن والصخرة التي تحطمت عليها معارب الإرهاب أيًا كان مصدرهم معالي الوزراء عادت أركان مختلف الأسلاك أيها الحضور الكريم إن حصف خامة رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز على تحديث وتجهيز الجيش الوطني بكل ما يحتاجه من مستلزمات وعتاد لتمكينه من أداء دوره على أكمل وجهه وجعله قادراً على التصدي لكل من تسول له نفسه المساس من أمن ووحدة أراضنا وجعله فخراً لكل موريتانيين ليعتبروا عملاً وطنياً سامياً في معانيه ومضامنه وعرفاناً منا بالجميل لهذه القوات المسلحة وتذميناً لدورها العظيم يشرفنا من خلال هذا الحفل البهيج أن نطلق اسم القوات المسلحة الوطنية على الشارع الرابط بين ملتقى طرق المطار والاتحادية الوطنية للنقب والله أسأل أن يومنا على وطرنا بالأمن والاستقرار وأن يجنبه الشر والإنزلاء وأن يبقيه منارة للسلام والإسلام والتنمية والاستقرار اسمحوا لي أن أتوجه بهذه المناسبة الكريمة بتهانئي وتبركاتي الخالصة للقائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز ولقادة أركان مختلف الأسلاك ولجميع الضباط وضباط الصف والجنود ولكل الشعب الموريتاني بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الوطني وذكرى الخامس والخمسون لعيد الاستقلال المجيد الحفل الذي حضره وزيرها الدفاع الوطني والداخلية واللمركزية وقائد الأركان العامة للجيوش وقائد أركان الدرك والحرس الوطنيين وقائدها التجمع العام لأمن الطرق جاء في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الخامس والخمسين للاستقلال الوطني وذكرى تأسيس قواتنا المسلحة الوطنية ونتحول إلى أقصى شرق البلاد حيث أشرف وزير الدفاع الوطني رفقة قائد الدرك الوطني بولايات الحوضين والأصابة على تدشين مقارات جديدة للدرك الوطني في عدد من المناطق بهذه الولايات تأتي هذه التدشينات في إطار تقريب خدمة الأمن من المواطنين ومواكبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الخامس والخمسين لعيد الاستقلال الوطني هم يفرحون في العشر الأواخر من نوفمبر فرحة مزدوجة بالاستقلال وبتدشينات الاستقلال هذا المقر الجديد لفرقة الدرك الوطني في بوستيلة ألهب تدشينه مشاعر السكان الذين حضوا بهذه العناية مع تدشين واحد من أهم المراكز الأمنية على تخوم الحدود الشرقية للبلاد إنشاء وحدة عسكرية تقوم بحفظ النظام بعناصر الثلذائي الأمن والزقار والسكينة العامة هذه حقا أهمية ذات شأن كبير وتذكر الحساب للنظام جيد عندنا حتى وصالحنا وصالح مواطنين ومرحبا ورانا شاكرين رئيس سيد رئيس محمد العبد العزيز راح له جهود اللي قام بها شعورنا بهذا الجيش اللي إن شاء الله يعمل مولانا يشدنا الشادين ونعرفونه ذا اللي معدل هو الرحشة هو واحد من بين عشرة مقارات للدرك الوطني اكتمل إنجازها وضمت في تفاصيل بنائها غرفا ومكاتب لتسهيل أداء الدرك لمهمته وفرقا مجهزة لتوفير الأمن للسكان في إطار خطة شاملة للوصول بخدمات الأمن إلى المواطنين في مختلف مناطق الوطن إن هذه الإجازات الهامة تدخل في إطار تطبيق السياسة العامة لرئيس الجمهورية إن رئيس الجمهورية عمل دائما على وضع الإدارة والقوات الأمنية قرب المواطن وحمايته واليوم ونحن ندشن هذه المقارات بالإضافة إلى مقارات مماثلة أنجزة العام الماضي فإننا بذلك نساهم في تقريب الخدمة الأمنية من المواطن خصوصا أننا في المناطق الشرقية من البلاد وهي مناطق مهمة من حيث الكذابة السكانية وبعدها من العاصمة إذن هي مشاءات ستعزز الأمن وتحمل مواطنين في هذه المناطق لقد انشئت الناحية الشرقية للدرك الوطني بموجب المقرر المشترك 10-11 الصادر بتاريخ 10 مايو 2011 وذلك في إطار سياسة الهيئة الرامية إلى إنشاء مستوى قيادي متوسط يضمن لها مركزية القرار بغية دعم القرارات العملية والمهنية للوحدات الإقليمية من أجل مرضودية أكثر على جميع المستويات هذا وتمتد صلاحيات الناحية الشرقية حسب المسؤولية الإدارية لولايات الحوضين والإعصابة فهي إذن تعطي مساحة 272 ألف كيلومتر مربع وهو ما يمثل 26% من الحوزة الترابية وهي تتكون من ثلاث كتائب 22 فرقة وستة مراكز إقليمية هذا إضافة إلى فصيلة عملياتية للاستخدام عند الضرورة تتشين مقارات الدرك الوطني في بوسطيلة وتنبدغة وعوينات الزبل بولايات الحوض الشرقي يأتي في وقت تم إنجاز سبع مقارات في جوغي ومدبوغو والفلانية والطويل وعين فربة بولايات الحوض الغربي إضافة إلى مقارات جديدة أخرى في مقاطعة تيجر والعويسي بولايات العصابة وبذلك نصل مشاهدين الكرام إلى نهاية هذا العرض الإخباري عود على بدء وتذكر بأبرز ما شاء فيه رئيس الجمهورية يشرف على تشير المحطة الهوائية 30 ميجاوات في نواكشوت لتزويد العاصمة بالطاقة الكهربائية النظيفة وأحل مشكلة التموين بالكهرباء في عدد من أحيائها رئيس الجمهورية يضع الحجر الأساس لفندق شراتون خمس مجوم ومشروع شبكة شفط مياه الأمطار في بعض المقاطعات العاصمة والسيادة يشرف بمقاطعات وادناغة على تدشين مركز للتدريب على تقنيات التنمية الحيوانية مجموعة واكشوت الحضرية تطرق اسم القوات المسلحة على الطريق الرابط بين المطار والاتحاد الوطنية للنقل دمتم في عمال الله مشاهدين وإلى اللقاء